استبق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انطلاق القمة الثلاثية التي ستعقاد الأحد في بغداد بمقال مهم دعا فيه إلى استعادة توازنات المنطقة وقال إن الاستقرار والسلم والتعاون والنمو والأمن المشترك في منطقتنا هي أهداف ستراتيجية ستؤطر المرحلة المقبلة ليس بوصفها تصورات وقراءات معزولة بل لكونها تعبيرا عن ضرورة مصيرية كلمة السر فيها هي استعادة الثقة التسريبات تشير إلى أن القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن تتضمن حوارات بشأن عدد من الملفات المشتركة يتقدمها موضوع الحرب على الإرهاب وأزمات المنطقة والتعاون والتنسيق بين الدول الثلاث الملفات التي ستناقشها القمة تؤكد رغبة بغداد بتصفير ملف الخلافات والبدء بمرحلة جديدة من أجل تعزيز التعاون الثلاثي والتوصل لمزيد من التفاهمات والاتفاقيات المشتركة وتمثل استضافة بغداد للقمة الثلاثية دعما جديدا للعراق لسيما أنها تعنى بتأكيد المصالح المشتركة وتعزيزها من خلال ملفات بينها التبادل التجاري وأمن الحدود والربط الكهربائي وملفات أخرى وتعتبر قمة بغداد الثلاثية المرتقبة امتدادا للقاء سابق عقد في الأردن نهاية آبنا الماضي بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موسيقى 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 المترجم للقناة